المرحلة المقبلة قلت لأنتو شقد هسا بالساحة وقتها نازلين كانوا قال أربع خمسة ألاف قلت لأعشرة ألاف أوجكم شقد وصلتوا قال خمسة عش قلت لأعشرين عشرين غير متفقين انتماءاتكم مختلفة قياداتكم غير موفقة وغير متفقة قبل الله أسئلت أدعو السيدة عزة الشابندر أنه ينزل للشارع ويقرأ الممشهد بطريقة أخرى ومغايرة قصة مو قصة خمسة ألاف وعشر تالاف القصة أوسع بكثير القصة قصة فكرة ضربت أطنابها من الشمال إلى الجنوب للمرة الأولى العراقيين يتحاولون إلى شعب وتصعدهم مصلحة وحدة للمرة الأولى على مدى مئة ثلاثة ابن زاخو عنده مصلحة ببناء دولة مؤسسات وابن الزبيرة نفس الوقت وبنفس اللحظة وهاي مصائر بتاريخ العراق سابقا الداخل أستاذ حسامان أول مرة لكن المقطع شدني العداد اللي موجودة بالشارع هناك ضعف إدهب البيت موجودة مؤيدة لهذا الفكر والحراق لكن هناك أسباب منع كامل الخروج تشرين ثورة صدقوني هذا عدم استيعاب الواقع العراقي هذا النموذج للسياسيين العراقيين اللي هم مفهمين شعبهم ومس مستوعبين الواقع العراقي يعني يحسب ليه بالعدد ليش ثورة الأشرين ليش قد طلع منها عدد ليش القوى اللي حاربت الاستعمار في كل العالم وطلعت قوى الاستعمار بالهند منه موغاندي والعنزة مالتا يعني هذا الفهم الفهم يعني هذا ما ينعكس خصوصا على الشعب العراقي اشتركوا في القناة